يمكننا البحث عن الصور من خلال محرك البحث الخاص بنا وذلك من خلال نقر على تبويب الصور ومن ثم ننقر على محرك البحث كأن نكتب كلمة الرياض ومن ثم انتر بإمكاننا أن نقوم بفرزها من خلال نقر على أدوات بعد ذلك نقوم بفرزية هذه الصور سواء بحسب الحجم أو اللون أو النوع وهكذا بعد ذلك نقوم بالنقر على الصورة المطلوبة من أجل تكبيرها ومن ثم ننقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم ننقر على حفظ باسم ومن ثم نقوم بحفظها وبنفس الطريقة يمكننا البحث عن المقاطع المرئية حيث تعتبر المقاطع المرئية والصور من الوسائط المتعددة وسنتعرف على الوسائط المتعددة بعد هذا الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الأول بعنوان الوسائط المتعددة يمكنك التمييز بسهولة ما بين ملفات الوسائط المختلفة في جهاز الحاسب الخاص بك وذلك بالتحقق من امتدادها فلكل ملف اسم وامتداد فعلى سبيل المثال في هذا الملف نلاحظ أن يتكون من قسمين أساسيين وهما اسم هذا الملف وامتداده ويفصل ما بينهما نقطة حيث يشير الجي بي جي إلى امتداد الملف والذي يظهر أن نوع الملف هو صورة بتنسيق الجي بي اي جي وفيما يلي أشهر امتدادات الملفات الأكثر شيوعا لملفات الوسائط فملفات الصور إما أن تكون الرسومات النقطية أو رسومات متجهية وعلى حكس الصور التي تتكون من وحدات بيكسل ملونة تتكون الرسومات المتجهية من مسارات لكل منها صيقة رياضية تسمى متجه والتي تخبر المسار بكيفية تشكيله واللون الذي يحده أو الذي يملأه مقاطع الفيديو إلى وقت قريب كانت كاميرات الفيديو هي أكثر الأجهزة استخداما لهذا الغرض أما في وقتنا الحاضر فقد ظهرت الكثير من الأجهزة التي تتيح لنا تصوير الفيديو فإذا لم تتوفر لديك كاميرات فيديو فيمكنك استخدام هاتفك الذكي أو الكاميرا الرقمية صغيرة الحجم أو الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة أو حتى كاميرا الإنترنت المتصلة بالحاسب الخاص بك هل تساءلت يوما لماذا يبدو مقطع الفيديو الملتقط بكاميرا الفيديو الرقمية أفضل من مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بالهاتف الذكي لكاميرا الفيديو وظيفة واحدة ألا وهي التقاط الفيديو ولذلك فهي تقوم بتلك الوظيفة بشكل جيد للغاية وذلك لاحتوائها على جميع العناصر اللازمة لهذه الوظيفة أما الهاتف الذكي فيتضمن العديد من الوظيف ويعد حجمه الصغير عائقا أمام قدرته على أداء المهام المختلفة بشكل مثالي ملاحظة هامة تذكر أنه عندما يتعلق الأمر بجودة الفيديو فإن الجهاز المستخدم لالتقاط الفيديو هو العامل الأهم وربما لاحظت أيضا أن بعض الأجهزة الحديثة تدعم الفيديو عالي الدقة الـ HD وتنتج هذه الأجهزة فيديو أفضل جودة من الأجهزة القديمة حيث يشير الرمز الـ HD إلى الدقة العالية للفيديو الـ High Definition بينما يشير الرمز الـ SD إلى الدقة القياسية للفيديو الـ Standard Definition مما يعني أن صورة الفيديو أو عدد الإطارات بالثانية التي يتم التقاطها أعلى حينما يكون بدقة الـ HD ولذلك فيتعد أكثر وضوحا وجودة وتتطلب مقاطع الفيديو ذات الجودة الأفضل مساحة تخزين أكبر فحجم الفيديو عالي الدقة أكبر بكثير من الفيديو ذو الدقة القياسية من النوع الـ HD ضغط مقاطع الفيديو على فرض أنك استخدمت كاميرا فيديو لتصوير عرض مسرحي في مدرستك وأردت حفظ نسخة من ذلك الفيديو على حاسب ومشاركته مع أصدقائك وذلك من خلال اليوتيوب فمن المتوقع أنك ستواجه مشكلة ما وهي أن حجم ملف الفيديو الذي تم إنشاءه بواسطة كاميرتك سيكون كبيرا جدا خاصة إذا كانت لديك كاميرا فيديو ذات دقة عالية وبناء على ذلك سيشعر الفيديو حيزا كبيرا في الحاسب الخاص بك وسيستغرق الكثير من الوقت لتحميله على اليوتيوب أيضا وذلك تبعا لسرعة اتصال الإنترنت الخاصة بك وبناء على ذلك ما الذي يجب علينا فعله في مثل هذه الحالة بكل بساطة يتعين عليك القيام بضغط ملفاتك حيث تتيح عملية الضغط القيام بتصغير حجم الملف وبالتالي تقليل مساحة التخزين المطلوبة ومن المهم لانتباه إليه إلى أن بعض طرق ضغط ملفات الفيديو قد تؤدي إلى فقدان بعض من جودة ذلك الفيديو ولكن مع التقدم التقني ظهرت العديد من طرق الضغط الحديثة التي تضمن تصغير حجم الملف وذلك مقارنة بالملف الأصلي مع فقدان ضئيل وغير ملاحظ في الجودة برامج الترميز والحاويات هناك العديد من طرق الضغط المختلفة التي يمكنك استخدامها من أجل تصغير حجم الفيديو والتي يطلق عليها اسم برامج الترميز حيث يعمل برنامج الترميز على ضغط ملف الفيديو لتصغير حجمه وذلك من أجل أن تتمكن من حفظه على جهاز الحاسب الخاص بك ويعمل أيضا على فك ضغط الملف حتى تتمكن من مشاهدته مع العلم أن هناك العديد من برامج الترميز يتم تثبيتها بشكل تلقائي على نظام تشغيل الحاسب الخاص بك ويمكنك إضافة المزيد من برامج الترميز إذا أردت ذلك إذا لم يتمكن الحاسب الخاص بك من تشغيل بعض ملفات الوسائط فهذا يعني أن ترميزه غير مثبت ولتشغيله على حاسبك يمكنك تثبيت برنامج مشغل وسائط مثل الفي أل سي وذلك لأنه يدعم الكثير من التنسيقات المختلفة أو يمكنك تثبيت حزمة ترميز إضافية على البرامج الخاصة بك وهي عبارة عن مجموعة من برامج الترميز الشائعة التي يتم إضافتها إلى الحاسب الخاص بك ولربما تسألت يوما فيما إذا كان امتداد ملف الفيديو يوضح نوع الترميز والضغط المستخدم في ذلك الفيديو فالجواب هو لا فامتدادات ملفات الفيديو تظهر نوع الحاوية والتي هي عبارة عن مجموعة من الملفات التي تظهر لك كملف واحد حيث تتضمن الحاوية في معظم الأحيان برنامج ترميز الفيديو وترميز الصوت ويمكنها أيضا أن تتضمن أشياء أخرى مثل الترجمة ملاحظة هامة أكثر أنواع ملفات الفيديو شيوعا في وقتنا الراهن هي الملفات بالامتداد لـ AVI والتي تم استخدامها لسنوات طويلة وكذلك الملفات بالامتداد لـ MP4 والتي أصبحت أكثر شيوعا نظرا لتوافقها مع الأجهزة المحمولة ملفات الصوت ربما سمعت عن الملفات من نوع الـ MP3 ومن المحتمل أيضا أن يكون لديك بعض من هذه الملفات على حاسبك الخاص أو على مشغل الوسائط المحمول أو على هاتفك الذكي حيث يمكنك تمييز ملفات الـ MP3 من خلال الامتدادية فهل تسألت يوما عن المقصود بملفات الـ MP3 يعد تنسيق الـ MP3 التنسيق الصوتي الرقمي لأكثر شيوعا ويرجع السبب في ذلك لأنه يشغل مساحة أقل بكثير مقارنة بالتنسيقات الأخرى حيث يتم ضغط بيانات الصوت في تلك الملفات علما أنه يوجد هناك نوعان رئيسيان من ملفات الصوت وهي ملفات صوتية غير مضغوطة وملفات صوتية مضغوطة حيث يختلف ملف الصوت غير المضغوط في كون بياناته يتم تخزينها بالشكل المطابق لتسجيله ولذلك فهو يتمتع بأفضل جودة ممكنة ولكنه يشغل مساحة كبيرة أما حجم ملف الصوت المضغوط يكون أصغر بكثير من حجم ملف الصوت الغير مضغوط لذا فهو يفقد بعضا من جودته والآن بعد أن تعرفت على بعض المعلومات حول أنواع ملفات الصوت يتعين عليك عند إنشاءك لملف صوتي أن تسأل سؤالين مهمين وهما ما محتوى الصوت الذي يتم تسجيله هل هو كلام أو صوات أخرى وأين سيتم استخدامه هل على الحاسب الخاص بك أو عبر أنظمة الصوت عالية الدقة الهاي فاي أو في السينما المنزلية أو سيتم نقله أو نشره عبر الإنترنت ومن المرجح أن تسجيل الأصوات يحتاج إلى أن يكون تسجيلا عالي الجودة أما تسجيل الأصوات البشرية فهو أقل تعقيدا فيما يتعلق بالجودة المطلوبة فإذا كنت ترغب في تخزين ملفاتك الصوتية على جهاز الحاسب الخاص بك أو أردت تشغيله على نظام الصوت عالي الدقة فإن الحجم ليس بهذه الأهمية ولكن إذا أردت أن تقوم بتحميلها على مواقع الإنترنت أو تقوم بإرسالها إلى صديق فإنك ستحتاج لملف ذو حجم صغير وذلك من أجل أن يسهل تحميله وإرساله بسرعة إذن كيف يمكنك تحديد نوعية ملف الصوت الذي تحتاجه؟ إذا أردت أفضل جودة ممكنة وكنت لا تهتم كثيرا بالمساحة فيمكنك استخدام تنسيق صوت غير مضغوط مثل الـ WAV أو تنسيق للضغط بدون تقليل للجودة أو فقدان البيانات بحيث يمكنك الحصول على ملف أصغر بدون أي فقد في المعلومات وبمجرد إجابتك على هذه الأسئلة ستتعرف أيضا على خاصيتين صوتيتين مهمتين للغاية يتم استخدامها في كل برامج تسجيل أو محرر صوتي وهما معدل العينة ومعدل البيت فمعدل العينة هو كمية التفاصيل الموجودة بالصوت أما معدل البيت فيتم استخدامها من أجل تحديد درجة الضغط فكلما زاد معدل العينة ومعدل البيت زادت الجودة وكذلك مساحة التخزين المطلوبة وعند تسجيل الأصوات لا بد من الأخذ في الاعتبار ما يلي يعد معدل العينة الأكثر شيوعا للأصوات و44 كيلو هيرت والتي تستخدم أيضا في الأقراص المضغوطة ويجب الحرص على عدم خفض معدل العينة عن هذا المقدار عند تعاملك مع الأصوات وبعض معدلات البيت الشيعة للملفات الصوتية هي 128 و192 و320 كيلو بيت في الثانية وكلما انخفض المعدل كان حجم الملف أصغر وأقل جودة بالنسبة للأصوات البشرية ونظرا لعدم تعقيدها مقارنة بالأصوات الأخرى يمكنك استخدام معدل عينة يبلغ 22 كيلو هيرت ومعدل بيت ما بين الـ 64 و 128 كيلو بيت في الثانية نصيحة ذكية عند استخدامك لسماعات الرأس لا ترفع مستوى الصوت أكثر وذلك لأن الصوت المرتفع جدا قد يتسبب لك بالأذى ملفات الصور تستخدم الكاميرا الرقمية من أجل التقاط الصور ومن المحتمل أن يكون لديك كاميرا صغيرة الحجم في منزلك حتى لو لم يكن لديك كاميرا رقمية يمكن للهواتف الذكية التقاط صور جيدة حيث يوجد تباين في الجودة بين الصور الملتقطة بالكاميرا الرقمية وتلك التي يتم التقاطها بالهاتف الذكي ويرجع السبب إلى أن الكاميرات تنتج صورا أكبر وأكثر وضوحا ودقة وذلك نظرا لامتلاكها عدسات أفضل ومستشعرات صور أكبر والتي تعد عاملا مهما جدا في جودة الصورة وربما لاحظت أيضا توجد هناك مصطلحات مثل الخمسين ميجابيكسل مكتوبة على الكاميرا الرقمية الخاصة بك أو حتى على بعض الهواتف الذكية الأحدث وهذا يعني أن هذه الأنواع من الكاميرات يمكنها إنتاج صور بدقة خمسين ميجابيكسل أو خمسين مليون بيكسل ولكن ما هو البيكسل؟ تتكون كل صورة رقمية من مربعات صغيرة مجمعة جنبا إلى جنب لكل من هذه المربعات لون محدد وعند دمجها جميعا يتم تكوين الصورة تماما كما نلاحظ في فوسي فساء البلاط الملون الصغير وتسمى هذه المربعات الصغيرة بالبيكسل وبصيغة أخرى يمكننا القول أن البيكسل هو عبارة عن أصغر نقطة ضوية موجودة في الشاشة لذا فإن صورة بدقة خمسين ميجابيكسل تتكون من خمسين مليون مربع صغير ملون أو وحدات البيكسل ما أهمية الميجابيكسل؟ هل الكاميرا ذات دقة الخمسين ميجابيكسل أفضل من الكاميرا بدقة إثنى عشر ميجابيكسل؟ بالطبع نعم لأن المزيد من الميجابيكسل يعني مزيدا من التفاصيل في الصورة ولكن انتبه فالميجابيكسل وعدها لا تجعل صورة واحدة أفضل من الأخرى فعلى سبيل المثال لا تبدو الصورة الملتقطة بهاتف ذكي بدقة خمسين ميجابيكسل بالضرورة أفضل من تلك التي تم التقاطها بكاميرا رقمية بدقة عشرين ميجابيكسل وذلك لأن الكاميرا توجد بها عدسة أكبر وأفضل من الهاتف الذكي وكذلك ستكون الصورة أكثر وضوحا ودقة على الرغم من صغر حجمها حيث تعد جودة العدسة مهمة جدا خاصة خلال التصوير الليلي أو الرياضي وكذلك التصوير بإضاءة منخفضة وكما هو الحال مع جميع ملفات الوسائط التي رأيناها حتى الآن يمكن أن تكون ملفات الصور مضغوطة أو غير مضغوطة أيضا ملاحظة هامة تساعد مهارة المصور واحترافيته في اختيار الزاوية المناسبة لالتقاط الصورة وذلك من أجل التغلب على ضعف ميجابيكس لعدسة الكاميرا في بعض الحالات وفيما يلي بعض تنسيقات الصور الأكثر استخداما عرض الصور قد يكون لديك الكثير من الصور على حاسبك الخاص منها ما تم التقاطه عبر الكاميرا الرقمية ومنها ما تم إنزالها من الإنترنت أو ربما بعض الرسوم التي تم إنشاؤها عن طريق أحد برامج الرسم حيث يمكنك عرض هذه الصور بواسطة برنامج صور المايكروسوف ولعرض صورة على جهازك هناك أكثر من طريقة ومنها أن نذهب إلى المجلد الذي يحتوي على الصور ومن ثم نقوم بالنقر عليها نقرتين من أجل فتحها ونلاحظ أنه قام بعرضها في هذا البرنامج كما يمكننا أن نتنقل ما بين الصور من خلال النقر على هذه الأسهم وذلك من أجل التنقل ما بينها بهذا الشكل كما نلاحظ نالك العديد من الأدوات الموجودة في أعلى هذا البرنامج كأداة تحرير هذه الصورة من خلال النقر على هذه الأداء ومن ثم القيام بتحريرها وذلك باستخدام هذه الأدوات الموجودة فيها ومن ثم القيام بحفظ هذه النسخة المعدلة أو استخدام أداة تدوير هذه الصورة بهذا الشكل أو القيام بحذفها من خلال هذه الأداء كما يمكننا أن نطلع على معلومات هذه الصورة أو هذا الملف أو القيام بمشاركتها مع الآخرين من خلال هذه الأداء وإذا قمنا بالنقر على هذه الثلاثة النقاط ستظهر لدينا العديد من الخيارات كحفظ هذه الصورة بإسم أو استخدام القلم من أجل كتابة على هذه الصورة بهذا الشكل كما يمكننا أن نقوم بتغيير لون هذا القلم من خلال النقر على السهم المجاور لهذا القلم ومن ثم اختيار اللون المطلوب وإذا أردنا العودة ننقر على هذا السهم كما يمكننا أن نقوم بطباعتها على الأوراق أو تغيير حجم الصورة من أجل تقليل حجم هذه الصورة وأبعادها أو القيام بنسخها أو نسخ مساريا أو نقوم بتغيين هذه الصورة كخلفية لشاشة الحاسب أو شاشة القفل أو لوحة التطبيق بالإضافة إلى ملي هذه الشاشة بالكامل أو البدء بعرض الصور الموجودة في هذا المجلد بشكل متتابع أو القيام بإضافة هذا التصميم إلى الألبوم الخاص بنا أو القيام بإضافة التأثيرات ثلاثية الأبعاد أو إضافة النصوص المتحركة أو إنشاء فيديو يحتوي على موسيقى وهكذا كما يمكننا أن نقوم بزيادة معينة هذه الصورة أو القيام بإنقاسها كما يمكننا أن نقوم بتشغيل مقاطع الفيديو بنفس الطريقة وذلك من خلال النقر علي نكرتين سيقوم بفتحه على البرنامج إذن نلحظ أن نقام بعض شريط خط الزمن من أجل التنقل السريع ما بين مقاطع هذا الفيديو كما يمكننا أن نتحكم في مستوى الصوت من خلال هذه الأداء أو يظهر العناوين الفرعية لملفات الصوت كما يمكننا أن نقوم بالعودة إلى الخلف بمقدار عشرة ثوان أو ثلاثين ثانية إلى الأمام كما يمكننا أن نقوم بتشغيل هذا الملف أو إيقافه أو التوقف المؤقت أو نقوم بالنقر على أداة القلم من أجل التحرير في الصور وغيرها من الأدوات أو الخصائص الموجودة في هذا البرنامج ملاحظة هامة توفر لك شبكة الإنترنت العديد من المواقع التي تختص بمشاركة مقاطع الفيديو حيث يمكنك مشاهدة المقاطع التي شاركها الآخرون أو تحميل ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك استيراد الوسائط تعد الكاميرات الرقمية من أجهزة الوسائط المتعددة الرائعة حيث تتيح لك التقاط الصور والفيديوهات والتي يتم حفظها على ذاكرة التخزين الملحقة بها لذا يتوجب عليك عند رغباتك بالتعديل عليها أو تحريرها القيام بنقلها إلى جهاز الحاسب الخاص بك ويطلق على هذه العملية استيراد الملفات ولتخزين الصور ومقاطع الفيديو في الحاسب الخاص بك هناك أكثر من طريقة ومنها أن نقوم بتوصيل الكاميرا الرقمية بالحاسب الخاص بنا وذلك عبر منفذ اليو اس بي أو نقوم بإدخال بطاقة ذاكرة الكاميرا إلى قارئ البطاقات في جهاز الحاسب الخاص بنا علما أنه توجد هناك بعض أنواع الكاميرات الرقمية الحديثة التي تتضمن ميزة التوصيل باستخدام تقنية البلوتوث أو الشبكة اللاسلكية وبعد أن يتعرف الحاسب على الكاميرا الخاصة بنا ستظهر نافذة التشغيل التلقائي سنضغط منها على فتح المجلد لعرض الملفات الموجودة بها وستظهر النافذة التي تحتوي على الملفات بعد ذلك سنقوم بتحديد الملفات التي نريد أن نقوم بنسخها ومن ثم نقوم بتحديدها ومن ثم نقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم نقيم بنسخها ومن ثم نذهب إلى المكان الذي نريده ثم نقوم بإلصاق هذه النسخة وذلك بزر الفارة الأيمن ثم ننقر على لسق وهكذا لنطبق معا التدريب الأول شغل جهاز الحاسب الخاص بك ومن ثم نقوم بتحديد موقع الملفات الوسائط عليه بعد ذلك نقوم بالبحث عن امتداد كل ملف وسائط ومن ثم قم بكتابته ملاحظة هامة يمكننا أن نتعرف على امتداد الملف الذي يوجد أمامنا بعدة طرق ومنها أن نذهب إلى شريط القوائم عرض ومن ثم نضع علامة صح أمام ملحقات أسماء الملفات عندها ستظهر امتدادات هذه الملفات ونلاحظ امتدادات هذه الصور من نوع PNG أما امتداد المقاطع المرئية فمن نوع MP4 كما نلاحظ وليخفاء امتدادات هذه الملفات نطبق نفس الطريقة وذلك من خلال الذاب إلى شريط القوائم عرض ثم نقوم بإزالة علامة الصح أمام هذا الخيار بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر أفزحمن كما نهث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة